الآن عندي الـ Gliding Consonants طبعاً الـ Gliding Consonants معناها الأصوات الإنزلاقية طبعاً تعريف الأصوات الإنزلاقية مهم جداً لازم نحفظها يقول There are three consonants which consist of quick smooth non-friction glide toward the following sounds إذن هنالك عندي باللغة الإنجليزية ثلاثة أصوات تسمى أنزلاقية Gliding تسمونهن انزلاقية Gliding ثلاثة أصوات بالإنجليزي انزلاقية اللي هم صوت الـ Y و الـ W و الـ R الـ Y و الـ W و صوت الـ O و الـ R إذن بالبداية إحنا عدنا تعريف لـ Gliding مهم ينحفظ وتعداد نجعل أول صوت اللي هو صوت الـ Y طبعاً هذن كون هن يكون هن يكون هن يكون هن يكون هن يكون هن يكون هن الضعيفات أيضاً هذا هي كونسيس من مهم من أصوات завبع بشكل الـ E طبعاً يقول لك هذن مهم يصوات بالإنجليزية ترجمة نانسي قنقر مثال على ذلك عندك كلمة بيوتي بيوتي عندي باليو نيو نيو وهي أنا طهيتك ملاحظة أنه إذا جدتك الـ EW دائماً بالرسم الصوتي يصير صوت الـ E ويمن U ونقطتين اللي هو صوت الـ U واللي مثلها نيو، ديو، تو، فيو، فيو كل هذه الأنثلة عليهم ميووزيك 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 طبعاً هذا الصوت يكون فويز، هذا الصوت يكون فويز، ركز لي علي طبعاً الصوت الآخر اللي عندنا هو الـ W الـ W هو يسمونه بس هو شنو اسمه؟ شي للـ W بدأ التنظيم طبعا غير كذلك لماذا مصهر و اين وود وو قال وكان وفي مدد ترجمة و كان المدد شانة یاد ون ون اشتركوا في القناة 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 الوظف computing اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تجد من نقطة اشتركوا في القناة سوف يكون لديك احتكال هذا هي كل النقاط التي تخص الار حاول تحفظ الاربع نقاط يعني ما راح تحفظ الاربع نقاط عندك النقطة الاولى ايلي هنا نقطة الثانية هي سطر واقل نص سطر النقطة الثالثة بسيتش والنقطة الرابعة كلش كافي لان النقاط هاي احدد الكهن تكتب هنا تأخذ عليهم درجة كاملة والرسم اكيد لازم تحفظه والرسم اكيد لازم تحفظه هنا نركز على ملاحظة يقول ان اربي في لهجة الاربي الار ما يجيني غير قبل العلة ركز يمي باللهجة الاربي اللي هي لهجة البريطانية ما يلفظون الار بس لما يكون قبل العلة هاي اللهجة البريطانية يعني اذا اجاك اذا اجاك ويا الكونسنت ما يلفظ مثل هاي الكلمة ما نقول ليرن نقول لان هاي الكلمة صيصوت هاي الكلمة صير فام ما يلفظ الار هنا ما يلفظ هاي اللهجة هاي اللهجة البريطانية اعيدها مرة اخرى الملاحظة تقول السطر الاول يقول لك الار بس يحدث او يحدث او يقع لا يقع الا قبل العلة اما في الحالات الاخرة فما راح يكون عندي ار لا بالاخير شو فسا عندي كلمة فام ماكو ار سوت لان ما عندك ار فهاي الملاحظة كلش مهمة اما باللهجة الامريكية والايريش والسكوتلند اللهجة الامريكية واللهجة الايرلندية وسكوتلندية هاي اللهجات الانجليزية هن كل هن يرجعن للانجليزي هذان يلفظون الار فمثلا تلقي الامريكان يقولوا ليرن سورت فارم فارم بريطانيين يقولون تيشة الامريكان يقولون تيتر يلفظون الار الار اهنا عندك ملاحظة اخرى مهمة جدا فركزلي عليها يقول اللين يـقوم الجانب من انا لدي الار انا لديها ملاحظة الار ملاحظة الار هذا جسم لنكينج الار نركز على الـ linking R ما يعني الـ linking R هذا نوع من الـ R كتب لي علي ملاحظة اكتب يمك ملاحظة نكتب ملاحظة ملاحظة دقول عندما تنتهي الكلمة بـ R عندما تنتهي الكلمة بـ R داولي ملاحظة يمك عندما تنتهي الكلمة بـ R عند هذه الكلمة وهذه الكلمة انتهت بـ R طيب عندما تنتهي الكلمة بـ R وتبدأ الكلمة الجديدة بصوت علّة وتبدأ الكلمة الجديدة بصوت علّة نسمي هذا الـ R نسمي هذا الـ R بـ linking R راح أعيد مرة أخرى لقد تنتهي الكلمة لقد تنتهي الكلمة بـ R كلمة بـ R تنتهي الكلمة بـ R بـ R و الكلمة الجديدة بصوت علّة صوت علّة أه M-M-M-M-M-M-M-M-R نسميه اسمه مرّة هناك ملاحظة كل شيء مهمة وتحفظ عليها مثال هذا هناك ملاحظة يقول هناك ملاحظة لا يوجد ملاحظة في را عندما يأتي البيتك لا يوجد ملاحظة هناك ملاحظة كل هذه الكلمات لا يوجد ملاحظة السبب في ذلك لأن عندك موجودات وية البيتك والك والك طبعا إذا عندك د ماكو ما لعناك إحنا قلنا ببيتك مثلا عندي دبرايف دبرايف إذا عندك كلمة عندي كلمة عندك الار لما يجيك قبلها أو تي أو كي هناك ملاحظة لا يوجد ملاحظة لا يوجد ملاحظة طبعا هاي أهم الملاحظات اللي موجودة بخصوص الار ولا ننسى الكلمات بخصوص الرسم الصوتي إذن نحاول نتدرب عليه موسيقى موسيقى موسيقى